الرئيس ماكرون بالسعودية كان قبل عند البابا فرانسيس. كمان كان الرئيس المئاتي عند البابا فرانسيس. كمان كان الرئيس بايدن عند البابا فرانسيس. ولبنان دائما حاضر على الطاولة. ماذا حصل في المملكة العربية السعودية؟ هل هي صفقة تجارية فقط أبرمها الرئيس ماكرون؟ وباع البيان المشترك إلى السعوديين عن قصة حزب الله. والإشارة إلى أنه السلاح وحصر السلاح بيد الدولة. أمنه فعلا تغير فرانسي يلاقي إذا بدك السياسة الأمريكية في البلد. ومواجهة جديدة نحن سنخبوضها. فرانسي هذا حدوده. معروف أنه صديق أول إيران. عنده مصالح. ليس أكثر. يعني هو عنده. إذا لم يكن تهديده في فرنسا. نحن لا ندخل. يعني يريد من أي دولة. اليوم نرى في المنطقة دور إيران. دور للسعودية. عمله حركته على باب الانتخابات. أنه أنا منث 17 مليار أو 16 مليار من الإمارات. وكمية مليارات من السعودية. أنه بيعامل فيها انتخاباته. استثمر فيها أنه أكثر شيء. أنه كان عنده عملية. أنه بيع أسنحة. وعليقات مع الدول الخليجية. البيان وقف هون. يعني البيان هون منظم لللبناني. ليس منظم للفرنسيين والسعوديين. وقت بيجي بيقول. أنه هون على الحكومة ترجمه. وقت بيحكي وليل عهد بطلب والحاح. من الرئيس ماكرون مع رئيس ميقاتي. نعم. وبيقول له أرارات دولية وأحترام الطائف. كيف بده يطبقه رئيس الميقاتي. لا أحد أرد عليه. حزب الله يقول له أنه لا أرد عليه. لا يعنوني هون الكلام. اليوم أريد أنني أعرفه أن الموضوع السعودي تجاه لبناني تغيرت النظرة. لكن اليوم مثلا. هل نجح الرئيس ماكرون بتليين الموقف السعودي تجاه الرئيس ميقاتي؟ أم لا؟ لا. النظرة أنا لا أتحدث بإسم السعوديين. أتحدث بمعلومات من أصدقاء الله. النظرة تجاه رئيس ميقاتي. أنه هو وليد التسويد الإيراني الفرنسي. هذه الدولة السعودية كانت ترسم الشريع بالمنطقة والسياسي. اليوم بعضه أنه ليس تحت جناح حزب الله والإيراني. وأنه قصد هذا البيان الذي أصدره ماكرون ليس سوى ترجمة للصفقة التجارية. كلام عاب نقول أنه ما يعنيه. كلام أنه بوقته عنده وقع أنه إلزامة للبنان. أنه هذا الفرنسي. بس السعودي والسعودي عملوا. بس ما حدا رح يتطبع. اليوم السعودية بالانتخابات المقبلة هي ناوية تفوت على لبنان ولا لا؟ السعودية اليوم شو بده من لبنان؟ أو شو بده اللبنان مننا؟ اليوم ما بده شيء من لبنان. اليوم هلأني أتعرف أنه بالرياض كل اليوم مش عمل أحقر. إذا بلوقوا جينيراتور ترى يعني مش عم فيه يلاقوا جينيراتور يستأجرون تيامنوا فستيفال قد ما فيه. عمني عالم جديد عندهم. ما بده أحكي بكيف نفتح مجتمعهم. مش همموا الموضوع اللبنان. إنه هذا اللبنان بده أن يهون أخذوا الشباب والناس المنتجين موجودين عندهم. ما بيعنيون شيء من لبنان. شو بدهم من لبنان؟ بحكيكي يعني طبعا نعتبر إذا عم نحكي أنه نحن سعودية يعني ناطرة لبنان. عم بحط وليد عهد مليارات الدولاريتا يعمل مشاريع بالداخل. مشاريع سيحي يوم كطبابة لبنان فقد هذا العمل. مستشفيات جامعات كلهم فقدهم سياحة فقدهم. عم يعملوا أحسن عالم عندهم. عم بحكيكي وقائع مش عم بحكي بمعرض الزنبل باللبنان. اليوم بتطلع منهم عايزين شيء بقى من لبنان. جيلة طالع بالسعودية اليوم ما بدو شيء. حتى بالسياسة أنه ميشيل عون راح لعندهم بعطوله موفد ملكة أول العهد. يدعي. إجا لهون وما كان يدير يظهر من أحضان حزب الله وإيران. حتى حلفاءهم. حلفاءهم اللي استفادوا منه واللي أخذوا منه الأموال على كذا مرحلة. فاجأهم كيف تصرفوا. كيف نبطحوا وكيف عملوا تسويات. في خيبة أمل سعودية من هذا الفريق السياسي. من الدولة ككل ومن حلفاء. هل يعني هذا الكلام أن الرئيس الحريري ليس لا يجع على لبنان. وأنه أحدى الشروط لنجاحه في الإمارات. وأنه شغله في الإمارات. أنه لا يرجع على لبنان مثل ما صار. أنه منحق أكثر من مرة. على الرغم من أنه في عدد من نوابه اليوم النواب تلك المستقبل. بلش يشتغل الانتخابات. مبارحة ديهباش كان على الطاورة هنا. وقال أنه لا. هو عم يشتغل الانتخابات. ويعني الرئيس الحريري بيأخذ الأقرار عندما يره مناسبا. شو اللي نتوجه؟. في اليوم حركة بالدول العربية. إلى علاقة بكيفية تنظيم الصفوف. إذا بدنا نقول هذا المحور في مراقبة الإيران. منشوف الرئيس أردوغان. التقى ببليل عهد السعودي بقطر. في دقاءات عم بتصير. في اجتماعات عم بتصير. في محاولة سنية. أنه يعملوا مركزية تقرار. توصيك لمحال. سعد الحريري عمل في لبنان تجربة. كانت فاشلة. أنه أنا بدي راعي حزب الله. بدي أعمل تسويب مع ميشيل عون. أنه ربما هيدا بتأدي إلى نتائج إيجابية. تبينوا أنه استهلكوا. أو أنه عطاهن أكتر معها. يعني مع عطوطة. نحكي وقائعا. نحكي معلومات. أنه أنا. أنه كان السناء الشيعي. أنا عطيتهم كثير. هن يهجموا فيه. يريدون أن يمرشح لرئيسة الحكومة. إلا أنه ما يساعدوني بتشكيل حكومة. من هذه النقطة. اليوم فيه خط عربي جديد. عم ينرسم. محوريته طبعا. المركزيته الأساسية. وليل عهد السعودة. اللي هو يمثل دور إقليمي ودولي. للخط العربي. من هون. إذا سعد الحريرة. ما كان من ضمن هذا الخط. لا يوجد عمل سياسي لأله. هو ما يستطيع. يعني إذا ما بدي يكون نعمة مكان والده. أنه بمنظومة سياسية. وتجي على الساحة اللبنانية. وتلعب دور. هالمرة مختلفة عن السابق. أنه أنا البلد والدولة غير السابق. بس شو ما قف السعودين؟ ما هو هذا الموضوع. له صلة بالدور الإماراتي السعودي. يعني هنت نيناتهم عم يحكوا بهذا الموضوع. أنه هل في ساعة معينة سياحين دور جديد لسعد الحريرة. بهو كمان بأداء جديد. هذا موضوع يعني من ضمن حركة عامة. ليس من ضمن حركة أنه إجيء الترشح يأخذ 18 أو 20. أنه إذا فيه سياسة مع حالة سياسية جديدة بالمنطقة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر